قبل ما ابدأ يا إخواتي لايك وشير للفيديو في كل مكان لأن ده بيساعدني كتير وما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يجيلكم كل جديد بيبدأ مسلسلنا في الجيش والجنود بيتدربوا وواحد طباخ بقى مزاجه رايي اسمه لاوباو بيخبز عيش للجنود دي وبيخلصوا تمرينهم وبيجروا على الأكل والشرب طبعا ولا كأنهم محرومين بيسألهم لاوباو إذا كان الأكل اللذيذ وعجبهم فبيردوا أيوة بيجي واحد كده بين عليه الهبة وسطيهم وده البطل طبعا واسمه ني وبيقول لباو بطل راغي انت قلت وصفة العيش بتاعتي وحتى ما سبتليش منه رغيف قامت دالوا نصيبه علشان يأكلوا فوهو بيأكل بيقول لباو ما تسكتنيش بحتة رغيف وقال لي في المطبخ كان واحد اسمه لاودو بيقول في دقيق مسروق من الأصر في حفلة الحفيد الملكي السبع عشر فقال له يا عم أنا خدت حفنة صغيرة بس مش أكتر فقال له مش مهم كانت قد إيه كبيرة ولا صغيرة تعتبر سرقة برضو وانت عارف ان دي جريمة كبيرة وبيبدأ باوية هذر ويقول ان الحفيد نفسه قال لهم قبل كده مفيش ملكية في الجيش ولازم نتشارك النعم زي ما بنتشارك الصعاب وكلام إنشة كتير وبيهذروا لكن فجأة بيسمعوا صوت جيش جاي عليهم وفيه إشارات بإن فيه دخلاء بيجروا كلهم يجهزوا وبيجري نيو ورا واحد ومش بيلحقوا وخلاص بياخد كوسوا وهيبدأ ضرب لكن في حد منهم بيقولهم إن دول مش دو خلاء دول جيشهم العظيم وما يضربهمش خلاص بينزل قائد الجيش ده واسمه بيه بينزل هو وجيشه يركعوا لنيه فبيروح يسأل العم بيه فيه إيه بيرد العم بيه بإن واحد خاين اسمه سون جينج قتل صاحب الجلالة وحاليا ولي العهد مفقود بيسألني عن والده فبيرد العم بيه بإن والده القائد ليانج ما دخلش القصر بسبب مرضه لكنه دلوقتي راهين عند المتمردين بيوضح العم بيه بإن السادة البقيين كلهم اتقتلوا وسلالة ليانج بس هي اللي مازالت موجودة فقرر الجيش الغربي تهدئة الوضع وتولية القائد لانج إمبراطور لينا وسيادتك ولي العهد طبعاً نيه بيتفاجئ جداً وبيرفض طلبه وبيقوله إن ولي العهد مفقود يعني ما زال في أمل إنه يرجع ويتولى عرشه من تاني بيرد العم بيه بإن ولي العهد المفقود لسه طفل يدوب 8 سنين ماينفعش يدير أمور الإمبراطورية في الوقت الحالي وهم دخلين على حروب وبلوي سودة بيفضل نيه رافض وممانع لفكرة تولية العهد لكن بعد إصرار شديد من القائد بيه وبقية الجيش بيوافق بنشوف نيه وهو بيتنكر مع زميله علشان يخطفوا واحد من الأعداء واسمه بي سي وبيستنوا يدخل قطه وبيروح نيه علشان يمسكوا وبيقول زميله يروح للعم بيه ويعملوا جوي كده في القاعة علشان الناس تفضل مركزة معاهم وهو يعرف يمسك بي سي بسهولة فعلا بيروح ويعمل دوشة هو والعم بيه وبيخلوا الناس كلها تتخانق مع بعضها علشان يكسبوا وقت بيدخل نيه وبيستعد للأبد عليه وبتكون فيه واحدة كمان بتجهز نفسها علشان تقتله برضو ولكن فجأة بتدخل الملحنة يو وبينزل نيه والبنت دي كمان يستخبه في المياه بييجي واحد من بره واسمه القائد جوجي وبيسأل أصحاب المكان عن بي سي بيرفض صاحب المكان يقوله على بي سي وبيقوله انتو الاتنين ضيوف عندنا فسامحني مش هقدر أقولك بيقوم واحد من جنود جوجي ضارب الغالبان ده ألم وبيقوله رد على القائد جوجي كويس بنرجع لنيه والبنت اللي معاه تحت المياه وبيفضلوا يتخانقوا سوى لغاية ما بيطلعوا من تحت المياه والملحنة يو وبي سي بيشوفوهم وبيفتكروا انهم راجلين لان البنت دي كمان متنكرة فهيقيت راجل فبيقربني منها وبيقولهم لا ما تفهموناش غلط احنا دخلنا هنا بالغلط والله بتتعصب يو وبتقولهم انتو ازاي تتجرقوا تدخلوا قطي اخرجوا بره بسرعة بيخرجوا وبيدخل القائد جوجي وبيؤمر جنوده ياخدوا بي سي بيبدأني يسأل البنت دي أنا مستغرب ايه اللي يجيب واحدة ست مكان هادي زي ده فبتقوله انت مين قالك اني بنت وبيبدأوا يتقاطلوا فبيمسك رجليها وبيقولها رجلين نحيفة وستك نحيف واكتف رفيعة واخيرا بيظهر اكسسوار على لبسها فبيقولها انت بكل تأكيد وحدة ست وبيكملوا قتال سوا وبييجي جنودها يحاولوا يهجموا معاها على نيه لكن زي اي مسلسل في اخر لحظة بيظهر حد تبع البطل ويفضل يدفع عنه وهو مع البنت اللي عاملة نفسها ولد دي وبيحاربها وبيفضلوا يتقاطلوا فترة والصراحة حركتهم في القتال توحفة المهم بتاخد البنت اسويرة منه وبتقول الجنود اللي معاها يمشوا بيفضل بقى نيه وجنوده يفكروا مين دول يكونوش حراس سون جينج ولا حتى من جيش جوجي فقال لهم نيه انهم من جيش سوي ومن عيلة سوي كمان رد العام بيه ان سوي بيحكموا بينجي اليانج ايه اللي خلهم يعملوا كده ولا ايه اللي ودهم لبي سي وبيخطط نيه والعم بيه وجنودهم هيعملوا ايه الفترة الجاية بتكون البنت المتنكرة في هيئة ولد هي الامرة النهية في مكانها وبيحضروا لها العشاء فبتقولهم احنا فشلنا في القبض على تجري الحبوب اللي اسمه بي سي وطبعا متضايقة بتفكر هي واحد من جنودها وبيفضل نيه وجنوده يفكروا هيعملوا ايه وسبحان الله بقى اقتراح نيه لجنوده هو هو نفس اقتراح البنت دي المهم بيروح نيه بالليل عند البير علشان يخسل ايديه بتكون البنت دي برضو رايحة تجيب مياه وبتفضل تتسلل وتتفرج عليه فبيكون نيه بيجري ورا حشرة وهي بتحسبه شافها فبتتحرك وهو بيسمع وبيلحص حركتها وبيتقتله تاني واما بيكون هيهزمها فبتقوله انها تعرف مكان الحفيد المفقود فبيوقف كتاله ليها وبيسألها فين فهي بتغرس ابرة من الابر اللي معاها في دراعه وبتوقعه في البير بيسألها نيه انت من عيلة سوي مش كده قالت له وانا اقولك ليه اصلا وبتسيبه وبتمشي اما بتسمع صوت العم بيه وبييجي العم بيه طلع نيه من البير وبيسأله ايه لنزلك هنا فبيقوله كنت بحاول انقذ قطة برية قامت خربشتني ووقعت في البير سأل العم بيه وانت انقصتها ليه القطة الماكرة دي قاله نيه فعلا عندك حق هي قطة ماكرة وحربوقة وبيسيبه نيه وبيروح يغير هدومه تاني يوم بيروح بيسي تاني يتلزق للملحنة يو وبتعزمه على شاي فواكه اول مرة اسمع عنه الشاي ده لكن مش مشكلة مش موضوعنا المهم بقى بتيجي خادمة تقول ام مرات عمنا بيه بعتت ورشوية رجالة يجبه من قفاه فبيحاول يهرب يمين وشمال ما بيعرفش فبتقترح يوه عليه يغير هدومه ويطلع قال يعني محدش هيعرفه ومراته مش هتوصله المهم فعلا بيجيبه من قفاه لكن مش تبع مراته لا دول تبع نيه لكن بيسي ده شكله بيترعب من مراته فنيه بيعذبه بيقوله ان مراته طلبت تقتله لو مقدم لهاش عزر مناسب لانه راح للملحنة دي وكذب عليها فاعترف لهم بكل حاجة وكان معاش شارع اللي دليل على صدق كلامه لكن نساها في هدومه اللي غيرها عن ديوه وللأسف مش فاكر حتى المعلومة دي علشان يقولها لهم وينجي بنفسه بيبدأ يفكر نيه فأي فرصة يستغلها ويحل الموقف وفعلا بيحط جيش سوي في موقف حصار لدرجة انهم يتوسلوله ويدخلهم مكانه ولكن فجأة بتنقل بالموازين وبدل ما كان جيش سوي يترجوه بيسيبو مكانه وبيمشو بيوصل للقائد الخائن خبر بعكن المزاجه بدل ما كان بيلعب مع امراته اللي هي شكلها اتخذت أسيرة وبيؤمرهم يجبوله القائد لينجي فورا وطبعا هو تعبان وبيروح له هو بيتشقلب كده على السلم وبيروح يسأله عن أولاده ولسه بقى هيحكي له قصة حياته قال له لا انجيس بقى احكي لي عن ليني بس قلنا يا لينجي انت طمعا في العرش ولا ايه سمع لينجي الكلام ده ونزل راكع على ركبه وفضل يعتذر ليهم ويسب في ابنه ويقول انا مش عارف ابني الغبي عمل كده ازاي والله ما كنتش اعرف فرد عليه سونجينجي ان بيه هو اللي بيلعب بالكل كده وطلب من لينجي يحكي له عن شخصية ابنه وبيحب ايه وبيكره ايه بيبدأ لينجي يحكي لهم وبيقولهم انه ولد منحوس اصلا ده حتى من كتر نحسه يوم ولدته امه ماتت المهم بيكمل سونجي كلامه بتهديد ليني فالينجي بيغمى عليه وبيخرجوه بامر من سونجي طبعا بنروح لقصر عيلة جو بيكون ليه هناك وبيتكلم مع زميله وبيقول انه لو مكان عيلة سوي هيبعت واحد يتفاوض مع جو ويا سبحان الله لتاني مرة على التوالي يكون نفس تفكير البنت اللي من عيلة سوي واللي بتقوله البنت دي القائدها لو هي مكان جيش التهديق الغربي كانت هتعمل ايه وبرضو بيكون هو اللي ني هيعمله معلش اصل المؤلف عايز كده نعمل ايه بقى المهم بيروح نيه للقائد جو وفي نفس اللحظة بتكون البنت اللي من سوي هناك برضو واللي اتنين بيجروا ناعم مع القائد جو بيكون القائد جو في وضع محير وبيكرر انهم يعملوا سباق خيول ولو فاز جندي سون يبقى نيه والمبعوث من سوي ينفذوا شروطه ولو فاز نيه او مبعوث عيلة سوي سون جينج هيتكلم مع الفائز الاول والحمد لله اللي اتنين بيوافقوا بيبدأ السباق واللي شرطه ان اللي يوصل للرايا ويدخلها في مكانها الصحيح هو الفائز وبيطلبوا منهم يستخدموا اسلحة لكن ما يقزوش بعض ولكن بيتصاب جندي القائد جو بسهم من مبعوث سوي وبيقع من على حصانه والرايا بتكون معاه هو وبيدخلها مكانه الحصان كان هيقز البنت مبعوث سوي لكن نيه انقزها واكيد زي اي مسلسل مش هتكون انقزه خلاص لا بالعكس اكيد بداية قصة حب رومانسية بحتة في المسلسل طبعا لنظرية ما محبا لبعد عداوة المهم كده الفائز هو القائد جو والمفروض انهم هيقبلوا بشروطه فبيسألوا عن شروطه بيقولهم انه متضايق دلوقتي ولازم ياخد عذا اخوه الاول وبيطلب منهم يفضلوا عنده في المعسكر اللي لادي وبكرا ان شاء الله يبقى يقولهم شروطه بيتناقش الجندي جو مع جندي لي يطلبوا ايه في الشروط وبيقول القائد جو ان نيه انقز الامر هو من عيلة سوي معناه ان صداقتهم اقوى من عدواتهم يعني احتمال يكونوا عاملين الفيلم ده كله ومتأمرين عليه فبيكرر ان يسمهم تقريبا وبيبعت لهم معجنات حلوة وفيها السم بالمناسبة انا وانتو عمنا ليني بس لنعرف انها بنت الباقي كلهم مفكرين انها ولد واسمه الامر هو المهم بيفكر نيه وزميله فبيقول نيه ان الحل الامسل انهم يقابلوا الامر هو بيتسلل نيه بالليل وبيروح لقودة الامر هو لكن هي بتقبض عليه وبتربطه وبترجع عصاية شعرها اللي اخدها منها نيه اما رامته في البير المهم بابها بيخبط وبتروح تفتح بيدلها طبق معجنات ولو فاكرين بقى ده اللي فيه سم بترجع بتلاقي نيه مش موجود وطبعا الدنيا دورة بقى وبيبدله الادوار وبيربطها نيه وبتحب تتكلم فهو بيطلع لها الكورتين اللي في بقاها علشان تعرف تتكلم وهي بتكون في اداف بقاها كلها ابر وبتكونها تضربه ولكنه زكي جدا وعارف ألعبها وبينقذ نفسه وبيضغط على رقابتها فبتطلع علبة الابر اللي في بقاها كلها وبيقول لها تلمي وإلا هضربك بالابر دي وبالمناسبة علبة الابر دي بقت ملكي خلاص القائد جو بيبعد جنود لقودة كل واحد فيهم يشوفوهم بيعملوا ايه بيتكلم نيه مع الامر هو وهو رابطها جنود القائد جو كانوا خلاصها يهجموا عليهم لكن فجأة النار ولاعت في كل مكان وحصل هجوم وبيقولوا انه من جيش التهدئة الغاربي لكن في الحقيقة من الاتنين بيهجموا الجنود على نيه والامر هو اللي بتكون مربوطة أصلا فبيحاربهم نيه وبيرفع الامر هو على اديه وهو رابطها وبيضربيها وبيحاربوهم سوا وبعدين بيفكها وبينزلها بشكل رومانسي طبعا ما انا قلتلكو شكلهم هيبقوا سنائي حالو المهم السنائي دول بيخرجوا من الخيمة وبتهجمهم جنوده وبيضربوهم كلهم وبيمشوا بيصفر نيه لزميله وبيروح له فبتحاول الامر هو ضربه وبيوقفها نيه فبتسيبهم وبتمشي وبيتفق نيه مع زميله وهو بيروح وراء الامر هو اللي بتكون ثابت قمشة من فستانها علشان يشوفها نيه ويتخدع فهو عارفها عقربة مكارة فمشي من الطريق التاني قال يعني هو على كده الودي الزاكي بنبارم ديلو العقربة بقى كانت مشيت في طريق تالتة خالص المهم وصل شو زميل الامر هو لعيلة سوي بيقولهم انه هو راح تهاجم المدينة لانها من غير حاكم حاليا ودي فرصة عظيمة ليهم فبيكرر قائد سوي انه يبعت ناس تدور على هو وتجبهاله الامر هو بتكون على شط بحيرة بتخسل ايديها وبيجي نيه من وراها وبيضربها برجلي وقعها في الميا وكده هو اخد بطارو زي ما هي وقعته في البير بتقوله هو مش انت روحت ورايا في الطريق المعاكس لكن على مين هو كان اسكى منها بكتير المهم بتكون هو بتغرق وبتقوله ينقزها وهو بيحسبها كدابة ومكرة كالعادة فما بيرداش ينقزها فبتقوله ان رجلها تشنيجت وبتغرق فعلا فين بقى ما بيحس نيه انها مش بتجدب وملهاش صوت خالص في الميا فبينزل ينقزها وهو بيفوقها العقربة بتضربه بسهم في مخدر في رقابته ولانها تستاهل يعني وهي ماشية بيكون فيه فاخ دبابة بتقع فيه وبتقوله حسنها يروح يجيب جنود وييجي بالليل بتكون هو هتموت من الجوع فبيجي نيه ومعاه ارنب مشوي بيتفق معاها انه هيأكلها من الارنب لو هي اديته مونة الجيش فبتقوله انت عبيت علشان اديهلك بسهولة كده انها موت هنا احسن وكانت مفكرة ان نيه هو اللي عمل لها الفاخ ده فبيقول لها انه فاخ دبابة انما اللي وقعت فيه الكاذبة الصغيرة وده اللقب اللي بقى يناديها به فعلشان يثبت لها ان مش هو اللي عمل الفاخ ده نزل هو كمان فيه وبيفضل يغيس فيها ويأكل في الارنب ويقول لها ان ريحته كانت فضيحة وهو بيتشوي وتعم ولذيذ قوي وبيدلها الارنب لانها غطته بورق الشجر قبل ما تمشي وبكده هم متعدلين اثناء ما هم بيتساوموا وبيتكلموا فجأة بيسمعنيه صوت وبيكون فعلا ناس كتير جاية ولا جيش كامل وبيستغربوا ان فيه شخصين في الحفرة بيطلعوهم وبيعتقلوهم عندهم اما عيلة سوي فبتدور على هو وبتيجي واحدة اسمها توزي ودي يا اما اختها يا اما صديقتها المقربة يعني لسه متأكدناش ومعها واحد اسمه تشينشينج وبيقول لهم القائد سوي انه هو مفقودة وانهم اكتر حد ممكن يقدر يلاقيها بترد توزي ان لو هو لسه بيستخدم مسحوق الاعشاب فيقدروا يلاقوها الناس اللي خطفين ني وهو بيسألهم انتو مين فبتردهو انها زوجة القائد ليني وبتفضل تمدح فيه بقى بيتأكدوا من ني نفسه وبيسألوا لو كلامها صح ولا غلط فبيقولهم انه كلامها صح وانه مرافق ليها مش اكتر بأمر ملكي طبعا من زوجها القائد ني فالناس مش بيصدقوهم ولجل الحظ بقى واحد من الناس دي كان شغال في جيش التهديق الغربي لمكافحة المتمردين اسمه جاو وعارف ليني طبعا فبيجيبوا يتأكدوا منه بيجيوا بيتعرف على ني وبيركع قدامه وبيشكروا لانه انقذوا اما دراعه تقطع وفضل شايله طول الطريق على كتفه ني بيقولوا انهم اخواته مفيش بينهم الكلام ده والناس كلها شكرت ني احلى حاجة بقى ان كل ده وهم ربطين العقربة زي ما هي وبيعملوها زي العبيد وبدأوا بايدلعوا في ني بيتكلم قائد الناس دي واسمه وانجي يوي وبيكون معجب بشخصية ني بعد اللي سمع عنه وانه كمان انقذ اخوه جاو فبيطلب منه ينضموا الجيش التهديق الغربي وكلهم بيركعوله فبيقوم ني بسرعة وبيطلب منهم يقفوا وبيشربوا كالسوا جيش جهو بيلقوا حصانه فبيعرفوا انهم قريبين من هنا وبيروحوا يهجموا على قطاع الطرق اللي معاهم ني وهو قطاع الطرق بيقولوا لني يكون زعيمهم وبيروحوا يقتلوا هو لكنه بيوقفهم بحجة انها حبيبته وانهم هربوا سوا فبيدخلوهم قوضة سوا كحفلة زفافهم يعني بتروح توزي تتتبع مسحوق عشابه وبتعرف مكانها وبتشوفها مع ني اللي بيكون اصلا بيتناقش معه على مين فيهم ينام على السرير تو بتفهم غلطه بتروح تقتل ني لكن هو مش بيدلها فرصة وبعدين هو بتقول لها النمعاها وبيجي صديق ني من وراء تو وبيمنعها تضرب ني فني بيقول لهم دوري انا بقى اقول لكم انه معايا وصديق ني بيكون سامع جيش جو وهم رايحين يهجموا على قطاع الطرق فبيروح يقول ني وني بيقول قطاع الطرق وبيتفقوا ان تفضل توزي وصديق ني مع قطاع الطرق علشان يحربوا معاهم بتتعبهو جدا في الطريق بسبب رجلها فني بيعمل حيلة انه حامل علشان ياخدوا عربة ويمشوا بيها علشان رجلها وهم ماشيين فعلا بالعربية بيقابلهم راجل ومراته وبيسألهم عن مدينة بنججو فبيقولوا الراجل ان الطريق طويلة والطريق الرئيسية مش كويسة لان فيها ناس اسوأ من قطاع الطرق وبيحكيلوا عن اللي حصل معاه هو وزوجته قبل كده وبينصحوا مايروحش من هناك لان مراته اللي هي القامر هو يعني حلوة وهم مش هيسيبوا ولا بنت ولا مرأة في حالها وبيسألهم ني عن طريق تاني فبيقولوا عن طريق الجبل وبيقولوا ياخد باله يعني لان طريقه صعبة وهم ماشيين في الطريق بتقولوا هو مش بتقدر تمشي وبتقعها في الطريق بيروح ني يشوفها بيلاقيها درجة حرارتها عالية فبيشوف جرحها بيلاق انه كبير وبيسألها ليه ما قالتلوش ان جرحها كبير كده وبتحاول تقف تاني ما بتعرفش فبيقول لها ني مش هينفع تمشي وبيشيلها وبيمشوا بتحلم هو بكابوس انه هي صغيرة كان فيه ناس بتجري وراها وبتقوم مخدودة بيكون ني جنبها فبتسأله هي فين فبيقول لها انه لقى كوخ للصيادين بيرتحوا فيه فدخلوه وضمض لها جرحها بيسمعوا صوت حد جاي وبيتضح انهم الراجل العجوز ومراته اللي قابلوهم وحذروهم من الطريق قبل كده بيطبخوا لهم وبيأكلوهم وبيناموا كلهم تاني يوم بيصحوا على صوت ناس جاية وهم جيش جوه الله يحرقوا بيكون الراجل العجوز محدر قبو ولكنه بيساعي اتنين بس وبيصر الراجل العجوز ومراته انه يدخل ني ومراته اللي هي هو يعني باعتبار ان الجيش هيسيبهم اما يعرف انهم اتنين عواجيز ما يعرفوش حاجة بيدخلوا يسألهم عن ني وهو وهم بيقولوا ما يعرفوش فبيضربوهم واما بيسمع ني مش بيستحمل وبيحاول يخرج فبتوقفوا هو عن طريق قبرة بتضربها فرقابته فبتخدروا وبعدين الجيش بيقول العجوز ومراته يمشوا وهم وبيجروا بيدربوهم بتخرجهوا من القبو بيكون الجنود غاروا في داهية ولكن للأسف بتلاقي الراجل العجوز ومراته ايديهم فقدين بعض وميتين مقتلين بالأسهم بتزعل هو عليهم جدا وبترجع الكوخ في نفس الوقت اللي بيفوق فيني وبيوبخها جدا وبيزعلها اما بيعرف انهم ماتوا وبيقول لها انهم ماتوا بسببك وبيقول لها كان ممكن يكونوا عايشين لو ما كانتش ضربته بالقبرة وانها جبانة فبترمي السكينة من ايدها وبتقولوا انا فعلا كده اقتلني وريحني وبيسيبها وبيمشي وهي بيغم عليها وبعدين بتروح تغطيهم وتدفنهم يعني وبتعتذر منهم وبتوعدهم انه هيجي يوم وتنتقم ليهم بنشوف السيد سوي وهو بيفتكر طفولته وذكرياته معه والوضح كده انه بيحبها قوي بيجي خدم يقدم له الدواء وبيطمنه ان التوزيق قالت انها تلاقيها بيحصل هجوم على مدينة ليني فبيقول لهم قائدهم في الوقت ده انهم يهجوروا المدينة بيعترض جندي وبيقول ان ني قال لهم لازم يدفع عن المدينة مهما حصل فبيصمم على قراره بيروحوا يجوروا المدينة فعلا اما هو بتكون ماشية لوحدها وبيقرب منها راجلين والظاهر انهم سافلة ولست بيتكلموا معاها ام ظاهرني وقال لها يا حبيبتي انا هنا ها ورح للراجلين ادهم فلوس وقال لهم اعذروني زوجتي مش بتخرج كتير عدونا لو سمحتوا وفعلا بيسيبوهم يكملوا مشوارهم بيروحوا فندق ومش بيوفقوا يدلهم قوضة من غير فلوس فبيدفع ني وبيدخلوا قددهم وهو بتكون تعبنة جدا فبيقول لها ني انها بتخدعوا مرة تانية وبيسيبها وبيمشي وهي بيغمى عليها اما السيد سوي بيوصل هو وجنوده لتاو زيو اللي معاها وبتقول لها انها لقيت هو وافترقوا تاني وبيقول لها كملي بحث عنها اما ني بيكون مع الدكتور بيتطمن على هو والدكتور بيقول له يعمل ايه علشان يشفي جروحها اما تو زيو زميل هو بيتخنقوا على مين فيهم ياخد قطاع الطرق دول ويدمهم لجيشه ني بيحضر الدواء لهو هو بتحلم بذكريات مقلمة لها في الطفولة وهي بتشوف والدتها وبتقتل وهي بتحارب بتهرب هو والناس بيجروا وراها وبتفضل تنادي بخوف وهي نايمة على والدتها وني بيقول واحدة مكرة زيك اما تمرد تفضل تنادي على والدتها وهي نايمة بيتدلها ني قد دواء وبيشربه لها وبيقول لها لولا المونة بتاعت الجيش كنت خنقتك بيدي وبيسيبها على السرير وبيرجع يحضر لها حاجات بتعالج جرحها بتخنقوا حتى وهي تعبانة وهو بيحط لها الدواء على رجلها وهي بتبصله باستغراب لانها ما كانتش تعرف انه بيحاول يشفيها وبيسيبها وبيمشي بتروح وراع السطح وبتقوله انها ندمانة على العجوزين وبتحكيله اللي حصل وهو بيقولها انه عرف بعدين انها ندمت ودفن العجوزين بعدها وبيقولها انها بتنادي على والدتها اما بتكون تعبانة فحكيت له كل اللي حصل لها في طفولتها وفهم ني انها علشان كده ضربته بالابرة اما كانوا في القابو قالت له ان لازم هما الاتنين يفضلوا احياء علشان ينقذوا الامبراطور وناس تانية بيكونت شانج ار مع قطاع الطرق وبيشوفوا ناس ماشية في الشوارع جو قال عنهم جواسيس ورماهم برا مدينتهم وقالت شانج انهم لازم يرجعوا الوانج جو بتقول هو انها خلاصها تخف ان شاء الله كيس في حلاوة على اساس مكافأة بتاكل هو منها وبتقول له طالما جبتلي حلاوة يبقى عايز حاجة انجز وقل عايز ايه قال لها بما ان الكلتي من الحلاوة بتاعتي يبقى ليه ما تنضميش ليه علشان نستولى على مدينة بينججو ردت هو بسخرية كيس حلاوة مقابل مدينة بينججو اقناع هاني بحكم معرفته بحاكم بينججو واتفقوا كانوا في مطعم واتكلمت هو مع صاحبة المطعم وبقوا صحاب وطلبت مني يروح يجيب لها حلاوة على بل مدرد الشوية مع صاحبة المطعم وبتعرف منها معلومات مهمة عن المربية اللي وظفها هان ليه حاكم بينججو وكمان هو بتفهم في الطب شوية واكيد هيستدعو طبيب قريب في واحد متنكر وبيدور عليهم تقريبا فني بيخبيها منه برأسة رومانسية وقدم لها هدية لعبة حالوة بيعرف سوي انه محبوسة عند هان ليه فبيبعت حد الهان ليه لشان يطلق صراحة وإلا هيروحوا يقتلوه بيخرج ني وهو بيقتلوا الحراس لكن بيتقبد عليهم في الآخر وهو بتكون رجليها تلوت فبيشيلها ني وبيدخلها وبيتكلمه وبتقوم هو تعزف وني بيرقص بستيف هان ليه شخصيا المهم هان ليه بيقولهم انه هيطلق صراحهم وني بيطلب دكتور لهو علشان يتطمن عليها هو بتدي عصاية شعرها اللي هي هدية من والدتها لني كاتسكار وبيهزره سوا وبتمشيهو مع الحارس اللي بعته سوي الهان ليه سوي بيفرح جدا لرجوع هوو بيسألها عن عصاية شعرها وهي بتقوله انها ضعت منها فقال لها اخسارة دي كانت المفضلة ليكي من صغرك وقال لها اني جيب لك واحدة غيرها فأسر العاصمة الغربية بيحصل شغل كدنسة في شغل أطفال كده بتفضل هوو بتفكر في ني ومسك الخرس بتاعه وني برضو بيفكر فيهو ومسك عصاية شعرها والشغل الرومانسية واجع البطن بدأهو بقى وهيصدعونا هو بتروح لسوي وبتتكلم معي اني اعظم خصم ليهم وبتمدح فيه طبعا وبيقلق سوي منه فبتقوله هوو انها عندها خطة تخليه بقى في صفهم وما يخنهمش مهما حصل بيعرف هان ليه اني مش هو سيد سوي زي ما كان ضحك عليهم وبيقمر بيعتقاله وبعدين بقتله بيروح نيه لهان ليه وبيقوله انه عمل كده وقال لهم انه سيد سوي بأمر منهو وانه ملوش زنب وممكن كمان ينضم ليهم لو حبين فبيقمر هان ليه بيعتقاله هوو بتبعد توزي للقائد بيه علشان تقولهم عن مكان نيه بتلاحظ توزي انهو بتتكلم بغربة عن نيه وبيجي سوي وبيديهو دبوس لشعرها هوو صنعهولها بنفسه وبيحاول يلبسهولها لكنها بتمنعه بلطفه وبتقوله انها بتحب التاني قوي ومش حابة تبدله لكنها تحتفظ بداه كهدية منه بيجي واحد لنيه وبيعمل انه حبيبه بقى وبيديله عصير في سم لكن نيه اسكى منه وبيبدل الكساد في لحظة والراجل بيموت بداله والحمد لله نصيبه كده بقى ربنا يرحمه بتروح هوو تسأل الجيش عن هنلي وبيقولولها انه هرب وبعته ناس وراه فبتقولهم هوو لازم يقبض على هنلي قبل اي حد بيروح حارس عند نيه فبيستنيه يفتح الباب وبعدين بيدربه وبيخرج بيروح هنلي بيقبض على بنت شكلها حلو المهم نيه بينقزها وبتشوفهم هوو وتحسوا من شكلها كده انها بتغير بس على تقيل قوي المهم بعد ما بينقزها نيه بيقبض رجالة نيه على هنلي وبكده يكون فاز والمدينة بقت ملكهم دلوقتي المهم بيقعد سوي وهو معهم نيه وزميله بيه تقريبا وبيفضل سوي يهتم بهو وبيديلها حلويات تاكلها واما بيشوفهم نيه بيغير جدا وبيضغاز قوي وبيقوم يمشي وبيقولهم انه جعانه هيروح ياكل وهو خارج سوي وتوزي بيشوفوا الدبوس بتاع شعرها على دماغ نيه وسوي بيتضايق قوي وتوزي بتقول لهو تروح تجيبه لها فهو بتقول لها ان المصلحة العامة اهم دلوقتي بنشوف نيه وهو بيفتكر في كلام سوي لانه راح له وقاله انه قريب قوي منهو وطالما نيه ساعد هو اكي انه ساعد سوي بالزبط سوي بيروح لهو يتكلم معاها عن نيه كخصم ليهم بتروح البنت واني ينجو دي البنت اللي انقاذها نيه تشكره على انقاذه ليها وبتعرفه بنفسها وبتطلب منه انها تنضم الجيشهم وطبعا نيه بيرفض لكن بعد إلحح شديد وتوسل منها سعبت عليه وقال لها خلاص اتنكر الراجل وانضم الجيشنا بتروح محظية ولي العهد تتخنق مع مرات القائد الاعلى وبيروح القائد الاعلى يتكلم مع محظية ولي العهد وشكله بيحبها قوي ومش بيستحمل زعلها وبيصالحها بيروح بي صديق نيه وبيتكلمه سوا وبيقوله شكلك بتحب البنت جو علشان كده خلتها تدخل الجيش نيه بيقوله شكلك انت اللي بتحبها قوي وبيكمل نيه كلامه بانه عينها في الجيش لانها مستشارة عسكرية كويسة فبيقوله بيه انه مغرم بالامرة هو وني بيبتسمه وبعدين بيقوله لا ما حصلش بتروح توزي لهو معها اللعبة اللي جابها لها نيه في حركة رومانسية وهما في الطريق هو بتلاقي اللعبة مكسورة فبتحاول تصلحها وبيجي نيه ساعدها في تصلحها وبعدين بيتفقوا يروحوا سوا عرض الفوانيس حتى توزي بتروح هي وزميل نيه بيروح نيه لهو بمركب وبياخدها وبيمشوا في البحر بيروح تشانج صديق نيه يشتري التوهدية لعبة دورة رياح زي اللي جابها نيه لهو بنروح لعمنا نيه مع عمتنا هو وهم عايشين جو رومانسي بحت وبيتكلموا سوا وبين قوي طبعا الحب في عيونهم لكنهم بيكبروا وشكلهم هيتعبونا معاهم وبعدين فجأة وسط كل رومانسية البحتة دي هو بتقول انه دمها تبلد المركب اللي هما فيها صربت ميا وهيغرقوا ان شاء الله ويريحونا بتحكي هول نيه انها كانت بتحب البطاطا اللي كانت والدتها بتشوهالها فبيقول لها انا هبقى شوهالك المرة الجاية وبتقوله والله بمجرد ما تكلمنا انا بقيت جعانة هي مفجوعة لكن بشكل شيك وبتحاول تحسن من منظرها قدامه وفعلا اخدها تاكل في مطعم بيرجعوا لحظة اعدام هانلي بيكون جيش سوي عامل خطة ماكرة وهي انهم يسرقوا شارة النمر من بعد ما جيش التهديقة العربية هياخدوها ويعدموا هانلي جيش التهديقة العربي بيتديقوا جدا من جيش سوي لانهم خدعوهم وبيطلب نيه انه يتكلم مع ينج على انفراد بتروح البنت جول ينج تطلب منها تقولها عن طريقة تفصيل هدومها فبتقول ينج التوزي تقولهم على الطريقة بيروح نيه يتكلم مع ينج وبتقولها انها محظرية السيد سوي وتقريبا ده عندهم معناه مراته او حبيبته فبيتصد منيه من كلامها وبتسيبه وبتمشي توزيه بتستغرب كلامها وبتسألها ليه عملت كده المهم بقى ان ينج مش محظرية السيد سوي ولا حاجة ده بتجدب عليه بس علشان يغير وفي الاجتماع بتفضل ينج تقرب من سوي علشان نيه يضغاز وفعلا نيه هيموت من الغيرة المهم بيتفقه وبينتهي نقاش الجيشين بالليل بيروح نيه لقودة ينج يرجع لها دبوس شعرها وبيرجع في كلامه في اخر لحظة وبيقربه من بعض اللحظات وبيجي السيد سوي يكلمها وبيستخبى نيه وبعدين بترجع ينج تشوف نيه بس مش بتلاقيه بيروح واحد اسمه هاند شانج اللي ولية العهد المفقود واللي بتكون محظية ولية العهد السابق بس تعرف مكانه نيه بيتكلم مع سوي في قعدة عرب كده وبيطلب منه الدعم الكامل من جواسي السوي اللي في العاصمة علشان يقدر ينقذ والده بيروح شخص معروف بانه شجاع جدا يتكلم مع نيه وبيزرع شوية فتنة كده من ناحية سوي شبه الصحبة العقربة وسط شلت بنات كده وطلع هو فعلا عقربة زريعها القائد الخاين علشان يخلي جيش التهديق الغربي يقضي على جيش سوي في لحظة لكن هما طلعوا اسكى منه ومثلوا انهم بيتقتلوا فعلا وبيتقتل نيه مع سوي على انه قتال مزيف طبعا ولكن بيكشف نيه وجه الخصم فبيظهر انها ينجي مش سوي وفي لحظة بيلاحظ نيه انها في خطر وان فيه غرباء عن الجيش كانوا بيقتلوا فعلا ولكن نيه انقذ ينجيه وتصب بجرحة خفيف في رجله الاعداء بيكونوا فرحانين ولكن قائدهم اللي هو السيد فو كان وعد نيه انه لو هزم جيش سوي هياخد منهم نص تجهيزاتهم العسكرية وبيروح نيه اللي ينجي وبيقولها انه عارف هويتها الحقيقية وانها مش زوجة السيد سوي ولا بلح وفعلا بتكون ولا مراته ولا زافتي دي كانت بتمثل عليه بس علشان يغير ويتشتت انتباهه عن الحرب مهو ما تنسوش ان كيدهون عظيم برضو بيروح جيش نيه يجيب التجهيزات العسكرية من فوق ولكن نيه اسكى منهم وبيكتشف انهم جايبين محاربين ومخبيينهم في عربية التجهيزات لكن على مين بقى دعمنا نيه والاجر على الله نيه ساب جيشه يقتحم التجهيزات العسكرية وطلعوا الكلاب دول من افاهم نيه بيبعد جيشه جيش سوية تساومه مع فوف صفقة وهي انهم يسبوه هو وما دنته في حالهم مقابل انهم يرجعو لهم والد نيه بتروح ينجي مع نيه على هضبة كده وبيتكلمه في امور الدولة اكيد وبيتكلمه في رهان وكده فبيقولها ان تراهن ازاي وعلى ايه فبتقوله ينجي يغمض عيونه لو فتح عينيه قبل ما تعد عشرة يبقى خسران وبتغفله وبتقرب منه وبتقبله وهو بيفتح عيونه فهي بتضحك وبتقوله خسرت الرهان على كده وطبعا نيه بيعجبه الوضع فبيقولها طب ما تيجي نعيد من الاول او ناخد جولة تانية بيروح نيه وينجي يساعده في التنظيف وبترسم ينجي لحة ليه وبتسميها باسمه بتفكر ينجي بفكرة علشان يعرفوا ينقذوا والد نيه ويستولوا على المدينة من غير ما والد نيه يتقزي وفعلا بيحربوا المدينة وبيستولوا عليها اما عمنا نيه وعمتنا ينجي بيقربوا من بعض وبيشوفهم سوي فبيقمر انهم يرحلوا في الحال واما بيعرف نيه بالخبر بيتفاجئ جدا وبعدها بيتكلم مع ينجي وبتوعده ينجي انها تودعه قبل ما تمشي وبعدين بيجي خبر لنيه ان سوي جاي يقابله بيقرر نيه انهم يحذروا سيد سوي لين من الناس اللي هتقتله وبيبعت رسالة لينجي بيقولها تحذر لان فيه ناس عايزة تقتل سوي بيفضل تشانج آر يقرب من توزيه وهي كمان بدأت تحناله شوية يعني بتروح ينجي في مكان كله زرع بيكون نيه نايم في وسطه وبتنام جنبه وبتسأله هوا ليه حذرها ان فيه حد هيقتل سيدها بيكملوا كلامهم وبيروحوا في النوم بيصحوا على مية المطر وهي بتغرقهم وبسرعة بتتغطى هي ونيه في مشهد رومانسي وبيجروا يستخبوا في البيت وبيجهزوا أكل سوا وبيأكلوا وبيعيشوا لحظات رومانسية جميلة جدا سوا وهم الاتنين مبسوطين قوي بنشوف ولي العهد وهو بيسأله والدته ومدنته وبيقولوا القائد المسؤول عن حراسته انه أكيد هيجي يوم ويرجع فيه لمدنته وعرشه وعلنن قدام كل الناس كمان بتفضل نيه مع ينجي في البيت ده تحت المطر وبيتكلموا عن طفولة كل واحد منهم في أجواء رومانسية وكده بعد شوية المطر بيقف وبيضطروا ينفصلوا خلاص وكل واحد يروح في طريقه ولكن نيه مش بيقدر وبيرجع لها فبتقولوا يروح لطريقه هو بيصر انه يرفقها شوية وبيبصوا البعض بنظرات حبه وبتسمى طبعا وبيتفقوا انهم يروحوا أرض العجائب لما السلام ينتشر سوي لي ابن عم السيد سوي بيعتر الطريق ينج وبيعتقلها لكن السيد سوي وتاو زي بيجوا على آخر لحظة وبيؤمروا باعتقال سوي لي بدل ينج السيد سوي بيحاول يتكلم مع ينج في موضوع حبه ليها لكن هي مش بتديله فرصة وبتفهمه انها بتعتبره زي أخوها بالزبط بنشوف العقربة اللي اسمه سوي ليه وهو بيدبر مكايد علشان يتخلص فيها من ابن عمه وليه نيه وينج معهم بالمرة على البيعه وخلاص المهم بتروح جوه تقول لنيه انها تحاول تساعد وتنقذ والده لكن نيه بيرفض وبيشكرها على جهدها لمحاولة المساعدة ينج مع جيش سوي في الطريق وبيوصل خبر ان والد سوي تعب فجأة وانهم لازم يرحوله سون جينج الخاين بيقول لوالد نيه ان اولاده التانيين ترجوه علشان يهتم بوالدهم اما ابنه نيه فما هموش وقال له اقتله عادي طبعا عارفين ان والد نيه مريض لوحده وراجل كبير في السن فمن قصر الصدمة بيجيله سكتة قلبية وبيستدعوله الطبيب وبيحاول ينقذوا بنرجع لجيش سوي اللي في طريقه لوالد سوي لكن ابن عامو العقربة نصيب له فاخو هجموا عليه وحوتوهم من كل مكان وبكل الاسلحة واخدوهم على اخوانا وبالفعل ضربوهم بكل قوة وكلهم اتصابوا سواء بالاسهم او السيوف حتى سوي ويينج وتشينج كلهم اتصابوا على حفة الموت ومع ذلك كانوا بيقاتلوا لكن الحمد لله فجأة ظهر نيه وبعده جيشه وبدأوا يضربوا الاعداء واخدوا المتصابين ومشيوا يينج كانت متصابة بسهم في صدرها وكان صعب جدا يخرجوه لانها مش هتتحمل القلم لكن نيه فضل جنبها وسندها وتحمل القلم معاها وفعلا هي كانت بتموت من شدة القلم وهم بيخرجوه لكن بمجرد ما خرجوه قهم عليها سون جينج بيقمر خدمه انهم ياخدوا والد نيه ويحرقوه نيه بيكون اسكى منهم وبيقدر انه يبدل الجثة ويرجع والده ليه وبرغم كل اللي عملوا نيه علشان يقدر يرجع والده والده مش بيقدر اي حاجة من اللي عملها وبيهزق وبيقوله انه ابن عاق ومع ذلك نيه بيعتذرله برغم انه مش غلطان وملوش زنب لكن والده المتخلف ده بيفضل يوبخه ويقوله انه ابن عاق شينج بيروح لتوزي وبيقدم لها نودلز وبيكون مبسوط جدا لانه عاجبها وده بقى التاني سنائي جميل في المسلسل لانت شينج مغرم بتوزي مش بس بيحبها بتصحى ينج وبتشوف نيه نايم جنبها فبتحاول تغطي وهو بيفوق على حركتها وبيقولها انت كنت بتحاولي تقربي مني ولا ايه وبتسأله ينج ازاي عرف انهم اتعرضوا الكمين وهو بيوضح لها والحمد لله برضو بيفوق سوي لكن بيحزن جدا لان شينج تقتل بتروح ينج تطمن على سيدها سوي وبتتدايق من كلامه لانه مش عايزها تصق في نيه وبتسيبه وبتمشي نيه بيسمع توزي بتدور على سكر او عسل علشان هيساعد ينج تتعافى بسرعة فبيجيب لها عسل ويعيش وبيروح لها وبيتكلموا عن امور الحرب وغيره الحالة الصحية لسوي بتتدهور قوي وهو بيتوسل ليينج انها متروحش للحرب لكن هي بتقول لها انها اخدت قرار وبتمشي وني كمان بيقول لي بيه على اللي ناوي يعمله وبي بيرفض برضو المهم بيتنكر ني وينج وجو بيروح ينفزوا خطتهم بيتقابلوا سوا وبيقضوا وقت جميل سوا رغم انهم في حرب وبلاوي بنشوف الاخين التانيين لني وهما بيتكلموا عنه واما بتيجي اختهم تتكلم عني كاخ تالت ليهم بيتضايقوا جدا وبيزعقوا وخلاص بقى يعني سنورة غمزتوا الحياة بقى لنها بامبي والدنيا ربيع والجو بديع وبقت ينج وني قريبين قوي من بعض وبيتكلموا كتير سوا وبيتحكوا متفاهمين باختصار يعني بقوا احباب القائد الاعلى الخاين سون جينج بيبعد قوات تفتش كل بيوت المدينة علشان يلاقوا جسد هنلي او يقبضوا على ني وينج لكن هما بيهربوا عند بيت الست اللي انقذوها هي وبنتها في الطريق زمان السيد سوي بيقلق جدا على ينج فبيبعد توزيه تدور عليها وبيتطم من اول باول هل الاعداء لقيوها ولا لأ بتكون بنت الست دي مخطوبة وعلى وش جواز فبيمثلوا ان ينج هي العروسة وني هو العريس والجاري للمتعيس بقى فعلا بيقدروا يعدوا الحمد لله بتوصل توزيه ليينج وبترد برسالة للسيد سوي اللي اكيد بيتدايق وبيغير اما بيعرف اني مع ينج ولي العهد مازال مع حراس مشددين عليه وفي حارس قريب جدا منها بيتكلمه سوي دايما عن امور الدولة وبيحاول ولي العهد يتطمن منه على احوال الامبراطورية توزيه بقى خلاص قلبها حن وبقت تتعامل مع تشينج ار بشكل لطيف وبتقدم له اكل وهو عبيد طبعا فالعم بيه بيحاول يصلح الوضع ويخليه حس على دمه شوية ويقرب منها بيتكلم ني وينج هيعمله ايه لو انتشر السلام وما بقاش في حروب وبيتوعدوا انها لو هتعيش حيات رحال هتروح في منفذ لو لان تزوره بنشوف محظية ولي العهد مع سون وبيتفقوا اما ينتشر السلام يروحوا الجبل بنشوف جيش التهدئة وهم مهزومين ومتصابين وواحد منهم بيسأل القائد بيه هو ليه جيش سوي اتحد مع جيش العدو سون جينج وهجموا عليهم بيسمع تشانج ار صوت جيش جاي وبيقرروا يحربوهم اما جيش التهدئة بقيادة بيه برضو بيسمعوا صوت وما بيعرفوش اذا كان عدو ولا صديق فبيقرروا يهجموا برضو واما بيتلقوا الجيشين سوا بيسألهم نيه هم ليه متصابين كده وإن اللي جارة فبيقولولو اللي حصل وبيحاولوا يهجموا علي يينج باعتبار انها خينة وليها يد في كل اللي حصل لهم بيمنعهم نيه وبيروح يسألها اذا كانت تعرف وكان ليها يد فعلا فبتقولو يينج انها ما كانتش تعرف وبتقولو هتصدقني لو قلتلك اني معرفش حاجة عن اللي حصل وهو بيعترض فبتقولو مش هقدر اقولك حاجة طول ما انت مش مصدقني بتروح تمشي ونيه بيوقفها وبيرفع سيفه عليها وبتتجهله وبتمشي فبيروح قدامها وبيهجموا الجيشين على بعض وبيتقاتل نيه ويينج وبعدين بيفوز نيه طبعا وبيحط السيف على رقابتها وبتتجرح فبتقولو انها ملهاش اي زنب في اللي حصل وما كانتش تعرف فبيقولها تمشي من وشه هي وجاشها وانه لو شاف اي حد من اتباعها مش هيرحمه فعلا بتمشي وبيفضل نيه مع جيشه وحالتهم صعبة قوي ونيه طبعا مصدوم لانه مفكر ان يينج ليها علاقة باللي حصل فعلا وغفلته يينج كمان بتكون متضايقة جدا وحزينة من اللي حصل بيروح العم بيه وقول لنيه ان يينج فعلا ملهاش زنب لان لو ليها يد فيه كانتها تقول بتروح يينج تقابل سيد سوي وبتتعصب عليها انه خن نيه وهجموا عليهم وبتتخنق منه وبتسيبوا هو وجيشه وبتمشي وبتفضل تدردش وتفتفض مع توزي وبتقول لها انها ما توقعتش تقابل راجل زي نيه وبتقول لها وهي حزينة وعيونها كلها دموع انهم من دلوقتي هيبقوا اعداء بيبعت اخو نيه امدادات لجيشه بيروح السيد سوي تكلم مع يينج وهي بتقوله انك خططت كويس قوي لخياناتهم روح يرتاح بقى مفيش فايدة من كلامنا دلوقتي بيتفق نيه مع جيشه وبيقوله انه خلاص هيهجموا عليهم فبيسألوا نينكز يينج ولا لا فنيه رد بلا واستغرب بيه جدا طبعا وفعلا هجموا على جيش سوي هجوم مدمر وكان نيه والعم بيه وشوية تاني بيرقبهم من فوق الجبل ونيه كان واخد باله من يينجه وبيقتل اي واحد يقرب لها او بيحاول يقتلها فبيعلق العم بيه بيقوله انت بتقول كلامه وبتعمل عكسه يا نيه طبعا بيقصد انقاذه ليينج وينج بتعرف ان فيه حد من بعيد بيساعدها وبعدين بيقتله السيد سوي وبتحاول يينج تنقذه لكن مش بتقدر فبينزل نيه بجنوده ويكملوا على باقي جيش سوي وبيروح ليينج فبتسأله انت كنت قصد تعمل كده قال لها ايوة وطبعا هي حزينة ومتدايقة جدا وبيحبسها نيه مع توزي يينج حزينة جدا ومريضة ومش راضية تاخد الادوية وبتتكلم مع توزي انها خايفة على السيد سوي لانه ممكن يكون مات وهو كان بمثابة اخوها الحقيقي كل دا ونيه بيتصنط عليهم بتمشي توزيه وبيدخلني يتكلم مع يينج ويقول لها انه تسرع في الحكم عليها وفعلا ما كانش لها يد في الهجوم اللي حصل عليهم بتقوله اعتبرني كان ليا يد وقتلني وريحني وبعدين بتتعصب منه وبتقوله اخفي من قدامي دلوقتي لاني مش طيق اشوفك فبيسيب لها كيس فواكه مجففة فبترميه عليه وبيقع على الارض وهو بيتجهل اللي حصل وبيمشي بيتكلم نيه مع زميلو بيه بخصوص الحرب والجيش وغيره فبيقول بيه ان زواج نيه وينج مستحيل يتم لان والد نيه مش هيوافق انه يتجوزها فبيفكر نيه في كلامه وبيقوله وبدري قوي عالكلام ده ينج قاعدل وحدها وحزينة جدا وبتعيط والدموع بتنزل من عيونها بغزارة حزينة على السيد سوي وبتفتكر كل ذكرياتهم سوا وبتصنع لعبة شطرنجو وبتنزف ايديها والدم بيملى المكان بيروح نيه يتكلم معها وهي بتقوله انها مش بتحبه وكانت بتحب سوي وهي اللي تقمرت ضده فعلا لكن نيه فهم انها بتكذب عليه وبتقوله كده بس علشان تدايقه وتجرحه وبيطلب منها انها حتى لو متدايقه منه ما تقزيش صحتها لانها لسه مصابة بيحاول تشانجا ار كمان يقرب من توزيه وهي كمان بتتجهله وبيرجع نيه يحاول مرارا وتكرارا يصالح ينج ويهتم بصحتها بيكرروا انهم يولوا نيه امير جين بتصحى ينج من نومها بتلاقي نفسها في مكان غريب وجميل جدا طبعا اكيد عمنا نيه هو اللي عمل كده ما طبعا نسيب حالنا ومالنا وجيوشنا وحروبنا ومدينتنا ونشوف الست ينج هنصالحها ازاي وبيفضل نيه كل يوم يجيب لها ورد وتاني يوم يغيره وهكذا فترة كبيرة لغاية ما قلبها حن ست الحسن والجمال وبقت تاخد الورد المهم توزيه وتشانج ار كمان بدأت العلاقة تطور بعد إلحح شديد من تشانج ار ان توزيه تسمحه وبعدين توزيه بتبعت تشانج ار لنيه علشان يبشره ان ينج هتقابله الليلة علشان يترده ويتصلحه يا ترى بقى ينج فعلا قلبها حن لنيه وهتسمحه وهيكمله قصة الحب الجميلة دي اللي مبدأها كان ما محبة لبعد عداوة والذي مؤمرة من ينج وتوزيه علشان يهربوا ويرجعوا لجيشهم وينتقموا لسيدهم سوي من اللي قتلوا بتروح ينج ونيفة عشاء صلح ومين طبعا قصادهم توزيه ومعها تشانج ار وبيسيبوهم لوحدهم علشان يتصلحوا بقى وكده وطبعا بيتخنقوا وبعدين بيتعادبوا وبيوصلوا للمرحلة الاخيرة والحمد لله اللي هي بيتصلحوا وينج بتقدم له هدية ولكن العقربة ينج طلعت بيت غفله زي ما قلتلكو بالزب وهي فعلا نصبت له الفاخ ده في الهدية دي علشان تنيمه وتهرب هي وتوزيه وبتروح تنيمه وتقوله انهم اعداء بعد كل شيء وبتقوله خلي بالك من نفسك وبتقبله على جبهته وبتمشي بتطلع ينج وتوزيه على مركب وبيطلبوا من سائق المركب يوصلهم بسرعة لكن على مين دعمنا ني على سن ورمح طلع هو بقى سائق المركب ومقدروش يهربوا منه برضو بيروح ني يتكلم مع ينج وتوزيه اللي بتقوله ينج هتساعده يقتل سونج مقبل ان يسيبها تامشي فبيرد ني عليها ويقولها ان بنت سوي يي الوحيدة اهم بكتير من كل ده طبعا ينج وتوزيه بيتفاجئوا جدا بتسأله توزيه بغضب وبتقوله يعني انت عارف انها بنت القائد بيطلبني من توزيه تخرج لانه حابب يتكلم مع ينج على انفراد وبيحكي ني لينج انه كان عارف من زمان وبعت رسالة لسوي انه انقاذها وانه يروح يقضي على الخاين سونج وان ينج عند نيف معسكره بتتعافى وبيكملوا كلام كمان شوية وطبعا بيفضل ني ينكشها وبيتكلموا بصرامة وتحدي تاني يوم بتكون ينج مبسوطة وبتاخد الدواء عادي من غير ما تصدعنا فبتستغرب توزيه لكده وبتسألها في ايه فبتقولها ينج انها حاسة قريب هترجع لولدها فمش حابة ان والدها يقلق عليها لو ما كانتش تعافت تماما وبتتمنى ان السيد سوي يكون لسه عايش لانها تندم طول حياتها لو ما كانش عايش الحمد لله حرس السيد سوي بنشوفه بيجره على عجلة ومعناه ان السيد سوي عايش واحتمال انه يتعافى بإذن الله بتوصل رسالة ني من سوي بانه واخد باله من والده وإخواته بمعنى أصح يعني بيهدده بيروح ني لينجو وبيحكي لها اللي حصل فبتقوله ان والدها رجل مدياف وكريم اكيد يعني والده هيرتح عنده ني بينكش ينجو وبيسألها انت وارثة السحر والجمال ده من والدك ولا والدتك وبعدين بيتكلم بجده وبحزنه بيقول لها بعد ما نفترق دلوقت يا طرى امتى هنتقابل تاني وبيتقابل توزيه وتشانجو بتكون تومة دايقة جدا جدا لانها تفرق تشانجو هتبعد عنه وهو بيكون جايب لها هدية صفارة أما بتستخدمها فبيسمعها تشانجو بيحس بيها وبيقضوا لحظة رومانسية وجميلة سوا أما ينجو ني بيروحوا يتسبقوا سوا وبيروحوا على أرض العجايب وبيكونوا زعلنين لأنهم كانوا متفقين يروحوها سوا بعد ما ينتشر السلام فبيقول لها ني إنهم بعد ما يحققوا السلام إن شاء الله يروحوا المدينة تانية علشان يعيشوا حياة حرة في سلام وبيقربوا من بعض جدا وبيقضوا وقت جميل قوي ورومانسي سوا وبيقعدوا تحت شجرة بيكملوا كلامهم وكل واحد منهم غيران على التاني وبيغني ني لينج لغاية ما بتروح في النوم ويشوفوا فاق ولسه تعبان جدا طبعا وأول حاجة عملها إنه سأل على ينج وطلب منه الجندي اللي أنقذوا إنه ياخد باله من نفسه ويشد حيله ويروحوا يدوروا عليها ويشوفوها ني وينج والبقية كلهم بيوصلوا الحمد لله بخير وبترجع ينج لأبوها ومعها توزي وبيطلب والد ينج من ني إنهم يفضلوا كمان شوية يعملوا نقاش بسيط كده ينج وتوزي مبسوطين بيرجعهم لبيتهم أما عمنا سوي بيسألني أنت ليه لابس دبوس الشعر بتاع بنتي فبيردني بأن بنته الآمر هو هي اللي اديتهوله فبيقول له سوي أنت عايز تستخدم جيشي علشان ترجع العاصمة الغربية ولا إيه هو أنت فكر إنك عشان رجعت لي بنتي مش هعرف اقتع راسك وبيرفع عليه السيف توزي بتسأل ينج أنت مش قلق أنا من وجود والدك وني سوا فبتقول لها إنها وثقة فيهم وبتنكوشها بتكلم عن تشانج أر طبعا حبيبها دلوقتي ينج بتروح بصنية العاشة المكتب والدها بيسألها والدها مش عايزة تعرفي مكان ني ولا إيه قربت ينج منه وسألته انت قتلته فرد الحج سوي بغيز وقال لها ده خطف بنتي الوحيدة مش عايزة نقتله ردت ينج بأن سوي كمان احتجز أبوه وإخواته يعني متعدلين على كده لا وكمان والدها كسبان بيسألها والدها انت ليت ديتي دبوس الشعر بتاعك اللي هو أصلا ذكرى من والدتك الله يرحمها لني بتتوتر ينج وبتقوله انها تدتهوله كمكافأة لأنه كسب الرهان المهم بيتناقشه كتير هي والدها لأن والدها حابب يقتع راسني إنما هي بتحاول تقنعه إنه لو فضل عايش هيقدروا ينشروا السلام في البلاد زي ما هم عايزين والحمد لله بعد النقاش طويل ومحيلة بتقدر ينج تخلي والدها يطلعني من حبسته وبتروح تعمله أكله وبتقعد جنبه وبتبص عليه وبتضحك في لحظة رومانسية سعيدة وخلاص بقى ضحكت يعني قلبها مال بتروح توزي تتكلم مع تشانج أر وبتوديله أكله وبتطمنه على ني وهو بيقول لها إنه مش قلقان على ني هو قلقان إنه ممكن ما يشوفهاش تاني بييجي وقت الحرب وني بيودع ينج وبيهدلها دميا لعبة هو صنعها وتوزي وتشانج أر بيبصوا البعض بحزن وحب كبير وبيكون السيد سوي بيمشو وبيرجع ني بحصانه وبيقول لها بصوت عالي إنه لما ينشره السلام هيرجع ويتقدم لها ويتجوزها وبيفضل يصدعنا ويقول لها هتجوزك بصوت عالي وهي طبعا طيرة من الفرحة مش فرحانة بس بييجي والدها بيرمي سهم قصاده وبيقوله المفروض إنك تمشي يا صاحب السمو وبيقول لها خلي بالك من نفسك وبيمشي وهي بتجري وراخة توتين وبتقف طبعا حزين على فراؤه أما السيد سوي بيكون هيموت من التعب وبيرجع على الكوخ اللي كان فيه بيتعب سوي قوي طبعا لإنه مريض وبيزيد على تعبه إن ينجي ما بقتش ليه وحزين عليها جدا وبيقول إنه ضعيف وعلشان كده ينجي مش بتحبه وبيوسيه صديقه اللي معاه وبيقوله إنه لازم يتعافى ويبقى قوي علشان ينجي تنسى ليه نيه وتحبه بيكون نيه مع جيشه وبيتنقشوا سوا فبيقولهم إنه واثق فيهم يقصد جيش سوي والد ينج أما ينجي فبتروح تجور ناعم مع والدها علشان قلبه يلين شوية من ناحية نيه أما العدو ومراته أو حبيبته تقريبا بيكونوا قلقانين وهيفين وبيقضوا لحظة رومانسية في جو الحروب اللي إحنا فيه ده يعني بزمتكو ده وقته المهم بيروح جيش نيه متحد مع جيش سوي بيهزموا العدو وفعلا بينجحوا في كده وبيدمروهم بمعنى أصح والد نيه وإخواته المعتيه بيفرحوا جدا بإن نيه أنقذ العاصمة وكان هما كانوا جزء من الانتصار ده بيروح نيه يطلب من ينج تنقذ محظية ولي العهد المهم سونج الخين وحبيبته اللي هي محظية ولي العهد حطت سم في الرش بتاعها وقبلته قبل ما تبتدي الحرب وده السبب في موت الخين سونج ومراضها بتحاول ينج وتوزيع الجوها وفعلا الحمد لله بينجحوا بتفوق ولا هي حبيبة الخين ولا حاجة دي كانت معالة إنها مستنية الفرصة بس علشان تقتله بيروح نيه لوالده ووالده طبعا طاير من الفرحة ومش مصدق نفسه وبيقول يقولي بعد إنجازك العظيم ده نفسك في ايه مكافأة رد نيه بإنه مش عايز مكافأات هو بس عايزه يسمح له يجيب الرجالة يحيي ولي العهد لإنه ده من حقه فوالده شكله كده كلام ما بيعجبوش وبيقوله سيب نفكر وارد عليك بتروح ينجل نيه وهو كان بيقرأ شوية عم المثقف المهم بيقضوا لحظة رومانسية سوا وبعدين بيحصل موقف غيرة كده من ينج عليه وهو بيفهم وبيقول لها انت بتغيري علي وكده وطبعا هي بتنكر وبيروحوا هما الاتنين سوا لمحل حلويات بيشتروا منه حلويات لهم هما الاتنين علشان كلام ما ينجي تشتق لنيه تاكل منها والعكس شغل حبه ونحنا حزيادة بقى هندخل على جو التلزيق المهم ندخل عجد في اجتماع بيقرر والد نيه يمنح لأخوه لقب مهم فالكل بيعترض لان نيه اولى بكده لانه هو اللي انقذ العاصمة الغربية المهم بيتخلى نيه عن المنصب فبيترد والده من الاجتماع بيبعت له اقرار كمان بانه مفصول عن اي مناقشات او قرارات سياسية او عسكرية لانه قال للاحترام مع والده بيفضل نيه قاعد وبيفتكر كل ذكرياته المؤلمة والحزينة اللي عاشها مع والده المتخلف ده بتروح ينجي مع والدها وتو زي ياخده العزل سوي اعتبارا انه ماته مدفون هناك وبتشكر ينجي فضله عليها وبتقوله انهم هينتقموله وهياخدوله حقه وهو دلوقتي بقى بهويته الحقيقية اللي هي اليوت شنج فنج بيكون اليوت شنج فنج في الطريق وتعبان جدا ومعاه صديقه المخلص ده وهم اللي اتنين مش بيستحملوا يكملوا تاني في الطريق وبيتعبوا جدا وبيغم عليهم وفيه تلات اشخاص باحصنتهم مع الدين من نفس الطريق فبيقفوا عندهم بيكون ني محتجز في قصره وبيروح يبعت القائد بي صديقه برسله فضية وعلبة حلويات من اللي بتحبها ينج بنشوف واحدة ملزقة كده بتتلزق في ني وبترسم له لوحة لولدته وبتهديهاله بتعرف ينجي بيحتجازه في قصره بسبب سمعة والدته والله يرحمها بقى مايجزش عليها للرحمة فبتكرر تروح تزوره وتتطمن عليه وبتقول لتاوزي تستخدم صفارتها علشان تشانجقار ييجي وياخدها لني وفعلا بيحصل كده وبتروح تقعد مع ني اللي بيفرح جدا بوجودها رغم انه حزين جدا وبيحكي لها كل حزنه وحزنه على والدته وبيقول لها انه مفيش منه فايدة وبيعايته وبتقرب ينجي منه وبتوسيه فبيقول لها انا بحسد السيد سوي لانك معاه على طول فبتقول له ما نجيته هو علشانك ومعاك رد ني وقال لها لكن انت هتمشي قريب قالت له لأ مش همشي ووعدك هفضل معاك اللي لادي وطبعا هو فرح جدا وتشانجقار بيروح لتاوزي وبيقض وقت جميل سوا برضو وبيقولوا انهم اشتقوا البعض اما ني وينجي بيسهروا سوا لغاية ما بيناموا وهم قريبين من بعض وبيصحى نيق الصبح وبيتخيل ان كل ده كان مجرد حلم ولكن بيقابلوا تشانجقار وبيقولوا ان تاوزي كانت هنا مع ينجي بالليل فبيفهم انه كان حقيقة وبيطلع حصانه وبيجري بسرعة جدا وبتروح ينجي وتاوزي على مكان شبه المطعم كده وني كمان بيروح على هناك علشان يشوف ينج بتكون تاوزي وينجي بيتكلموا وفجأة بيجي تشانجقار برسلة مهمة ومستعجلة من ني جيش سوي رايح يقتحم العاصمة وبيفضل والد ني واخواته في حيرة شديدة ومش عارفين يتصرفوا ويحلوا الموقف يا تارا بقى هيلجأوا لني ولا هيفضلوا مصرين على قرارهم وهيستنوا لغاية مجيش سوي يدمرهم ويا تارا ايه هو محتوى الرسالة المهمة المستعجلة اللي بعتها ني ليينج ده اللي هنعرفه في الجزء التاني ان شاء الله انتظرونا